السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هاد الفيديو في هاد الفيديو رح يكون قصير وبسيط خاص بعدة تناميذ اللي طلحتوا عليا في التعليقات حول كيفاش نقولو كراس القسم اللي خاص بالنشاطات باللغة الإنجليزية وكيفاش نقولو كراس المحاولة باللغة الإنجليزية باش تكتبوها في الصفحة الأولى الخاصة بالدفتر إذن ما لكم غير تبعوا معايا نشرح لكم طريقة سهلة وبسيطة إذن تبعوا معايا نبدأوا على بركة الله بسم الله إذن كراس النشاطات ولا كراس القسم اللي هو الكراس اللي نكتبو فيه الدروس اللي كتبو فيه الدروس الخاصة بالقواعد أو بالشرح اللي يكتبونا الأستاذ في القسم اللي هو exercise book ولا copy book exercise book ولا copy book هذو التسميات في زوج synonyms أما نقول لكم الأستاذة خرجوا exercise book ولا copy book معنتها الكراس الخاص بالنشاطات ولا كراس الدروس ولا كراس القسم هذا اللي نكتبو فيه الدروس أما كراس المحاولة اللي هو اللي نحاول فيه فيه التمارين قبل ما ننقلوها في كراس القسم اللي هو work book ولا notebook عادي دفتر النشاطات مش النشاطات عفوا المحاولة اللي هو work book ولا notebook كل الأستاذ وش يقول كاي اللي يقول لكم خرجوا your work book معنتها اللي رايح تخدم فيه ولا تحاول فيه كاي اللي يقول notebook كل الأستاذ وكيفاش يسميها إذن انتم تكتبوا exercise book ولا copy book اللي هو كراس النشاطات ولا كراس القسم و work book اللي هو كراس المحاولة باش تعرفوا وتفرقوا كي يقول لكم الأستاذ خرجوا your exercise book تخرجوا كراس اللي رايحين تكتبوا فيه الدرس أما يلاقلكم your work book رايحين تخرجوا كراس المحاولة اللي تحاولوا فيه اللي تديروا فيه أخطاء قبل ما ننقلوها في في كراس النشاطات ولا في كراس الدروس أو كراس القسم هذا ما كانت من شاء الله أنه هذا الشرح يكون كافي ووافين تلقوا في باقي الفيديوهات وفي شرح الدروس إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر